الله أكبر الله الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليّا وليّ الله الله أكبر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله أكبر الله وصلى الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد صدق الله العلي العظيم أصبحنا على مشارف أيدي الله الأكبر بيننا وبينه ثلاثة أيام فيوم الثلاثاء القادم يصادف ذكرى عيد الغدير الأغر في الحديث المشهور المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما يرتبط بشهر رمضان يقول النبي صلى الله عليه وآله الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر يعني في شهر رمضان ولعل الكلمة حرمة بدل حرمة لأن الفعل متعدي على أي حال لماذا الشقي هو الذي يحرم من غفران الله في شهر رمضان لأنه في شهر رمضان عدد كبير جدا من البشر يعتق من النار يغفر له عشرات الملايين في فرصة عشرات الملايين من الناس يعتقون من النار الإنسان لا يتمكن أن يحصل على هذا العدق من النار هذا إنسان شقي لا خير في هكذا شخص الفرصة الذهبية التي يربح فيها عشرات الملايين من الناس كيف ما رابحت أنت هذا إنسان شقي بالفعل فكيف بمن لا يتمكن أن يحصل على غفران الله سبحانه وتعالى في عيد الغدير حسب الرواية الشريفة الله سبحانه وتعالى يعتق من النار في ليلة الفطر بمقدار كل شهر رمضان ويعتق من النار في عيد الغدير ضعف ما أعتق في كل شهر رمضان وفي ليلة الفطر يعني أربعة أضعاف من يعتق في شهر رمضان في الفطر بمقدار شهر رمضان شهر رمضان والفطر يجعله ضعفا يكون أربعة أضعاف شهر رمضان يعني ليست عشرات الملايين مئات الملايين في شهر رمضان يسعون جاهدين ليحصلوا على غفران الله سبحانه وتعالى وحق له من يسعوا فرصة ذهبية فكيف يلزم أن نكون في عيد الغدير الملوك عموما في أعيادهم يعطون أضعاف أضعاف قد ضعف أو أضعاف ما يعطو ما يعطونه في الأيام العادية ملك الملوك ومالك الملوك عز وجل يعطي في عيده الأكبر ليس أضعاف ما يعطي في سائل الأيام وليس عشرات الأضعاف عشرات آلاف الأضعاف أحيانا العدد يتجاوز ما قلت عشرات آلاف الأضعاف أو أكثر مئات الآلاف من الأضعاف بالنسبة إلى ما يعطي في سائل الأيام نحن أيضا يلزم أن نعطي من أنفسنا كل في مجاله أن نعطي من أنفسنا بالنسبة إلى الغدير أكثر من غيره العلامة الأمينة رضوان الله تعالى عليه في موسوعة الغدير ذكر عدد الصحابة الذين رووا حديث الغدير ذكر مئة وعشرة من الصحابة الذين رووا حديث الغدير طبعا العدد أكبر من هذا ولكن اكتفى بهذا العدد لمناسبة هذا العدد مع اسم علي اسم علي بحروف الأبجد مئة وعشرة فاكتفى بهذا العدد مئة وعشرة من الصحابة جاء بأسمائهم بالمصادر بالطبعة والصفحة بالتفاصيل أما من التابعين فالعشرات أما من أصحاب الكتب الكتب المشهورة كتب الفرق المختلفة للمسلمين فالمئات من الكتب ما يقارب من أربعمائة مصدر وفيها الصحاح صحاح العامة قصدية صحاح الست وغير ذلك الذين ذكروا حديث الغدير حديث متواتر في أعلى الدرجات تعلمون درجات الحديث عندنا حديث ضعيف عندنا حديث حسن عندنا حديث صحيح حسب تقسيماتهم طبعا عندنا حديث مستفيض عندنا حديث متواتر لا قضية الغدير تجاوزت كل هذه المراحل بعض علماء قالوا بأن حديث الغدير حديث قطعا قد قاله رسول الله صلى الله عليه وآله تعلمون الحديث الصحيح حديث معتبر يأخذ به يعمل به ولكن لا يوجد قاطع بصدوره حتى الحديث المتواتر التواتر العادي يوجد اطمئنان بصدوره لا يوجد قاطع بصدوره القاطع بصدور لفظ معين لا يكون إلا أن يكون الحديث في درجة عالية من التواتر ليس تواترا عاديا أيضا وهذا الذي يقول هذا الكلام خبير الرجال وخبير الحديث عندهم كلامه صحيح بالفعل أصلا لا يوجد أنا مرة فصلت لا يوجد في تاريخ النبي صلى الله عليه وآله من بين عشرات الآلاف من الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله مما بعيدنا لا يوجد حديث بلغ مرتبة حديث الغدير في التواتر ما عندنا حديث مية وعشرة من الصحابة رواوها ما عندنا نهائيا لا أقول مية وعشرة جئني بحديث رواه خمسون من الصحابة ما عندنا في كل تاريخ النبي لا يوجد لفظ معين تواتر لفظي حديث الغدير رواه هذا العدد الكبير لا شك لا شبهة القضية أصلا بدرجة كبيرة من الوضوح وضوح الشمس في رابعة النهار وفي رائعة النهار النبي صلى الله عليه وآله قال خطب هذه القطبة أصل الحديث لا شك فيه نأتي إلى دلالة الحديث النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير كل الكلمات التي تدل على الخلافة تدل على الإمامة تدل على هذا المعنى كل الكلمات استعملها يعني أي كلمة موجودة في اللغة العربية تدل على هذا المعنى النبي صلى الله عليه وليستعمل قال علي خليفتي إمام من بعدي وصي مولاكم وليكم الكلمات التي تدل على هذا المعنى ما هي استخدمها رسول الله صلى الله عليه وآله بعضهم قال لا أنا ما أقبل خطبة الغدير لا تستدل عليه بخطبة الغدير نعم الحديث متواتر ولكن المتواتر ليس كل الخطبة هذه الخطبة أنا ما أقبلها النبي صلى الله عليه وآله هذا المقدر المتواتر القطعي عندهم قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا اللهم بلى قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وآله موالاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخد من خذله هذا المقدر خلاص تستدل عليه ببقية خطبة الغدير أنا لا أقبل خطبة الغدير أولا أنا بكيفي أقبل خطبة الغدير أو لا أقبل خطبة الغدير النبي صلى الله عليه وآله في الأحاديث الصحيحة لا بل متواتر أصلا النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير خطب خطبة ما قال كلمة هذه الكلمة ضمن خطبة أنا لا أقول خطب خطبة مصادرهم الصحيحة روايات متواترة تقول النبي خطب كنموذج نموذج كثيرة مسلم في صحيحه يقول قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خم قم ماء خم قدير خم بين مكة والمدينة إلى آخر كلامه قام صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا خطب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الحديث خطبة هذا الحديث جزء خطبة ساطر ساطران لا أكثر أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح عندهم يقول يروي يقول نزلنا الحديث مفصل نزلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله بواد يقال له ودي خم فأمر الصلاة فصلاها بهجير يعني حر شديد قال فخطبنا إلى أن يقول قال فمن كنت مولاه فإن علي المولاه اللهم عاد من عاداه ووال ما والاه خطبنا ومصادر أخرى النبي صلى الله عليه وآله خطب خطبة أين الخطبة هذه خطبة لا هذا مقطع من خطبة نعم أنت لا تروي خطبة الغدير أنا أروي خطبة الغدير أنت عندك مشكلة أنا ما عندي مشكلة الحمد لله لا بأس خلص نتماشا معك تروي فقط هذا المقطع فقط هذا المقطع طبعا هذا كلام غير صحيح مقاطع خطبة الغدير نتمكن أن نثبتها كلها بالروايات من مصادرهم لا بأس الآن نترك هذا الحديث هناك طرق إثبات أخرى أيضا غير قضية التواتر لا علينا أنت تقول هذا المقطع هو المقطع الصحيح عندك هو المقطع المتواتر طبعا لا نقول الصحيح لأنه وردت مقاطع أخرى بأساني الصحيحة عندهم أيضا هذا المقطع المتواتر عندك لا بأس أقف عند هذا المقطع أعطني من وقتك دقائق طبعا بإنصاف بعيدا عن الانحياز المسبق كن منصفا فقط خلاص أذكر لك نقاط النقطة الأولى النبي صلى الله عليه وآله هذا المقدار المؤكد النبي صلى الله عليه وآله قبل أن يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه هذا شيء متواتر قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا اللهم بلى في بعض المصادر الصحيحة عندهم كرّر ذلك مرات ثلاث مرات في بعض المصادر أكثر من ثلاث مرات وهم يقولون اللهم بلى في المرة الأخيرة رفعوا أصواتهم صاروا يصيحون قالوا اللهم بلى يا رسول الله ماذا تريد أن تقول قل نعم أنت مولانا أنت أولى بنا من أنفسنا في بعض المصادر النبي صلى الله عليه وآله قال ألست أولى بكم من أمهاتكم قالوا اللهم بلى قال ألست أولى بكم من آبائكم قالوا اللهم بلى قال ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا اللهم بلى قال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم قالوا اللهم بلى قال ألست أولى بكل مؤمن من نفسه هذه الفوارق طوان دقيقة فيها معاني ألست أولى بكل مؤمن من نفسه قالوا اللهم بلى في العبارة هكذا عبارتهم فلم يزل صلى الله عليه وآله يقول ألستو ألستو والناس يقولون اللهم بلى ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم صلى على محمد وآله محمد وعجل فرجاء أسأل سؤالا ما هو ارتباط هم يقولون من كنت مولاه فهذا علي مولاه القضية قضية محبة سؤال ما هو ارتباط هذه الآية النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما هو ارتباط لفظ النبي صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم من أنفسكم بقضية المحبة أصلا في العبارة توجد محبة ألست أولى بكم من أنفسكم هذه فيها محبة ولاية واضح ولاية لا ولاية عادية ولاية جدا عالية هذه أعلى من أي ولاية أخرى أعلى من ولاية السيد لعبده السيد بالنسبة إلى العبد ليس أولى به من نفسه له ولاية عليه له سلطة عليه يجب على العبد أن يطيع هذا السيد لا أكثر السيد تجاه عبده شخص عنده عبد هذا عبد هذا سيده السيد تجاه عبده أولى بالعبد من نفسه لا القرآن الكريم بصريح العبارة يبين أن الفاصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الناس أعلى من الفاصل بين السيد وعبده البعض لا يقبل لا يقبل لا علينا به هذا كتاب الله نحن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أقل مستوى من العبد تجاه سيده لا يريد أن يقبل شخص لا يقبل لا يهمنا النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هكذا ولاية حتى السيد تجاه عبده ما عنده النبي صلى الله عليه وآله جاء ذكر هذه الآية قال ألست أولى بكم من أنفسكم ما هو ارتباط هذا بالمحبة أصلاً لا يوجد أي ارتباط بين القضية وبين المحبة قضية ولاية أولى بالشخص من نفسه أعلى درجات الولاية ثم قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه واضحاً لا بدون عصبية بدون تعصبات جاهلية الإنسان يفكر في هذه النقطة النقطة واضحة واضحة وضوح الشمس النبي يقول ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا اللهم بلا قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه هاشا للرسول الله صلى الله عليه وآله لأن يتكلم كلاماً من دون ربط جاء بأي هو هكذا عبثاً يعني هاشا ثانياً جامع من الصحابة جاءوا إلى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في أيام حكمه الظاهري في الكوفة وفيهم أبو أيوب الأنصاري حديث صحيح عندهم فقالوا لأمير المؤمنين سلموا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قالوا له السلام عليك يا مولانا المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام رد عليهم السلام ثم قال كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب ما هو ارتباط هذا السؤال بذاك السلام فقالوا هؤلاء الصحابة وفيهم أبو أيوب الأنصاري فقالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه ما هو الارتباط لماذا أمير المؤمنين سأل هذا السؤال الولاية مولاه هذا بمعنى المحبة والمحبة العرب ما عندهم محبة الإنسان العربي لا يحب أحدا طبعا يحب ما الذي يقوله أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أفصح العرب يوجد أحد أفصح من أمير المؤمنين أبلغ من أمير المؤمنين أعرف بمعاني كلمات العرب من أمير المؤمنين يوجد لا يوجد يا أمير المؤمنين ما هو الارتباط واضح أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول لهم أنتم تقولون مولانا توجهون هذه الكلمة نحوي أنتم عرب ليس فيكم عابد العابد ما كانوا من العرب كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب يعني أنتم ليس فيكم عابد كيف تسلمون عليه هذا السلام يعني أمير المؤمنين فهم من هذا الكلام أنهم يقولون نحن عبيدك عبيدك يا أمير المؤمنين وهم أيضا ما أنكروا ذلك قالوا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله يوم غدير خم يقول من كنتم مولا فهذا عليهم مولا يعني ما قالوا لا يا أمير المؤمنين نحن ما قلنا أننا عبيد لك لا أقر ذلك هؤلاء عرب ذاك سيد العرب مولا بمعنى المحب لماذا أمير المؤمنين سأل هذا السؤال واضح أن القضية كانت شيء مرتبط بالعبودية وهم أقروا ثالثا النبي صلى الله عليه وآله في يوم غدير خوم في ذلك الموقف بقي ثلاثة أيام بلياليا في ذلك الحر الشديد الهجير قرأت لكم عبارة ابن حنبل فأمر الصلاة فصلاها بهجير بشدة الحر بقي ثلاثة أيام لكي يأتي ويبايع كل المسلمين بما في ذلك النساء يبايع أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالله عليكم يمكن أن نفسر هذا الموقف بأنهم يريدون أن يقولوا يا أمير المؤمنين نحن نحبك ثلاثة أيام في ذلك الحر الشديد رجال النساء عن النساء جعل طاشت كبير وجعل ستار بينه فأمير المؤمن عليه الصلاة والسلام وضع يده في جانب من الماء في هذا الطاشت ماء والمرأة كانت تأتي خلف الستار وتجعل يدها في الجانب الآخر من الماء هذه بيعة المرأة كانت رجال نساء يبايعون فقط يريدون أن يقولوا يا أمير المؤمنين نحن نحبك ثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وآله جعلهم في ذلك الحر الشديد فقط هذا المقدر عندك انصاف رابعا العديد من الصحابة بإجماع المسلمين العديد من الصحابة يجب حبهم مثلا سلمان سلمان يجب حبه واجب هذا واجب أبو ذر يجب حبه أنا لا أقول كل المسلمين يقولون أبو ذر يجب حبه المقداد يجب حبه هل سمعتم في كل تاريخ النبي صلى الله عليه وآله لأنه أمر شخصا أن يبايع سلمان أنه يحبه في كل تاريخ النبي في كل الروايات الموجودة في مصدر أي مصدر من مصادر المسلمين يوجد أو يبايع أبو ذر على أنه يحبه أو يبايع المقداد في كل تاريخ النبي هذا الشيء موجود خامسا يا أخي أصدر تاريخ البشر خذه من أول تاريخ البشر إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله حتى بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله في زمن النبي هو صلى الله عليه وآله عندنا شخص مسؤول حاكم شخصية نبي رسول أمر الناس أن يبايعوا شخصا على الحب أصلا هذا الكلام له معنى أصلا بيع على الحب هو النبي صلى الله عليه وآله في حياته في كل حياته عند هذا المورد أنه أيها الناس تعالوا بايعوا على الحب أصلا هذه الكلمة لها معنى أصلا بيع على الحب بيع على أنني أحبك هذه بيعة هذه اسمها بيعة أقول له أنا أحبك خلاص أصف أصلي الكلمة سادسا بإنصاف أجب على سؤالي اليوم حاكم أي حاكم في أي بلد يجمع الناس أيها الناس تعالوا احذروا حذروا يصعد يتكلم له يقول أيها الناس نفس عبارة النبي لنفرض طبعا لا توجد هذه المرتبة لأحد أولى بالناس من أنفسهم ما عندنا أحنا هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وعليه والأمه الذين يجعل هذا المقام رسول الله جعله لهم لنفرض شخص يأتي حاكم يتصور أنه أولى بالناس من أنفسهم يقول هذه العبارة يقول للناس ألست أولى بكم من أنفسكم الناس يقولون نعم بلى أنت أولى بنا من أنفسنا فيقول من كنت مولاه ففلان مولاه بالله عليكم بالذي تعبدون يوجد شخص عاقل يقول هذا الحاكم يبين أنه أحب هذا الشخص عاقل واحد كلا وألف كلا ما هو ارتباط هذا الكلام بالمحبة اليوم اليوم تصور تصور أن حاكم يصنع هذا الشيء شخص واحد يفسر تصرف الحاكم وكلام الحاكم بهذا التفسير لماذا تفسروا كلام النبي صلى الله عليه وآله بما لا يتحمل بما لا تقبلون ذلك بالنسبة للناس العاديين بالنسبة للحكام العاديين سابعا المقدار المتواتر من كنت مولاه فهذا عليك يعني جزء من المتواتر من كنت مولاه فهذا عليهم مولاه بعد ذلك النبي صلى الله عليه وآله الدعاء بأربعة أدعية هذه الأدعية الأربعة ليست فقط للخليفة للحاكم للإمام هذه تثبت مرتبة أعلى تثبت الأسمة هكذا دعاء لا يمكن أن يدعى لغير معصوم النبي أصدق الخلق لا يقول باطلا حشاه هذه الأدعية اللهم والما والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذ له بهذا الشمول لا يستحقه غير معصوم هذه درجة أعلى أصلاً عصمه ثامناً في نفس الخطبة بأسانيد صحيحة من جملة الأسانيد الصحيحة عندهم مسلم في صحيحه النبي صلى الله عليه وآله قرن بين علي وأهل البيت وبين القرآن فلماذا لا تفسرون ذاك الجانب بالحب النبي قال أحب القرآن بس لا تقولون النبي صلى الله عليه وآله في هذا الكلام يقول اجعلوا القرآن إماماً لكم اتبعوا القرآن تصل القضية إلى أمير المؤمنين تنقلب عجيب النبي صلى الله عليه وآله قرن بينهما تفسرون نصف الكلمة بتفسير النصف الآخر تفسروا بتفسير ثاني لا قولوا النبي صلى الله عليه وآله فقط قال أحب أهل البيت وأحب القرآن بس أحبه بس غلص لا جانب القرآن تفسروا بأن القرآن إمام تفسير صحيح جانب أهل البيت لماذا لا تفسرونه بهذا التفسير ثامناً أو تاسعاً النبي صلى الله عليه وآله هذا أيضاً ورد في الأحاديث الصحيحة من ذلك من المصادر عندهم مسلم في صحيحه ومصادر أخرى طبعاً صحيحة عندهم النبي صلى الله عليه وآله في يوم الغدير نعى إلى الناس نفسه الشريفة قال بأنه سيرتحل عنهم على وشك الارتحال عنهم ارتحال لا أقصد يعني هو استشهد صلى الله عليه وآله أن يقطع عنهم يعني هم يقطعون عنه ينتقل إلى رحمة الله عزيزي ما هو ارتباط المحبة محبة أمير المؤمنين بأن النبي صلى الله عليه وآله نعى نفسه إلى الناس محبة أمير المؤمنين واجبة في حياة النبي بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله في فرق بالنسبة إلى محبة أمير المؤمنين في حياة النبي محبة بعد استشهاد النبي صلى الله عليه وآله محبة ثانية في واجب الذي لا يحب أمير المؤمنين ليس مسلماً كافر حب أمير المؤمنين شرط الإسلام أنا لا أقول كل المسلمين يقولون ما هو الارتباط؟ لماذا نعى نفسه الشريفة؟ هذا لا يرتبط إلا بقضية الخلافة إلا بقضية الإمامة أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام إمام في زمن النبي ولكن إمام صامت رسول الله صلى الله عليه وآله ألام موجود هو الإمام الناطق هو الإمام القائم بالأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الزمن الذي نحتاجه الذي يؤكده رسول الله هذه القضية بعد استشهاد النبي من يكون الإمام؟ وإلا اربط بين نعي النبي صلى الله عليه وآله نفسه وقضية من كنتم مولاه فهذا علي مولاه بتفسيركم بتفسير المحبة ما هو الارتباط؟ عاشرة أخيرة وليس آخرة الأجواء المحيطة بالغدير جمع النبي صلى الله عليه وآله هذا العدد الهائل الذي ما جمع في كل حياة النبي صلى الله عليه وآله لا ما كان عدد هائل ما كان عدد هائل ماء وعشر من الصحابة رووا هذا الحديث كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في مسجده أحيانا يحضر أكثر من ألف شخص في خطبة النبي صلى الله عليه وآله هذه الخطبة لا تروى إلا من قبل خمسة إلا من قبل ثلاثة إلا من قبل سابعة ماء وعشر نقلوا الخطبة كم كان عددهم؟ طبعا أكثر نقلوا ولكن الروايات الشريفة التي أتلفت أحرقت مرارة تكرارة الذي وصلنا عندما كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب خطبة وصلتنا هذه الخطبة عن طريق شخص شخصين ثلاثة خمسة والحضور ألف الحضور أكثر من ألف ماء وعشر نقلوا الخطبة كم كان الحضور؟ على أقل التقادير على أقل التقادير عشرة ألف النبي جمع هذا العدد الكبير 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 في كل حياته ما صنع مثل ذلك رجال نساء أطفال في ذاك الحر الشديد الهجير وغير الهجير عبارات ثانية أيضا واردة في الرواية ما الذي يريد أن يقول للناس؟ أنا لا أقول إقبل كلامي أو كلام غيري أنا أقول تخلى عن العصبية أصلا أترك كل الكلمات أترك كلام الشيعة أو أترك كلام غير الشيعة أصغي إلى النبي صلى الله عليه وآله اسمع كلام النبي صلى الله عليه وآله اعرف أجواء قضية الغدير هذه القضية المتواترة ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله يا أخي والله أنت تنام في قبرك أنت تحاسب بحسابك يوم القيامة تقول فلان قال يقبل منك؟ لو كان يقبل كان يقبل كلام الكفار أيضا والمشركون المشركون أيضا كانوا يقولون سادتنا لماذا المشركون يلقى في نار جهنم؟ يقول سادتنا هكذا قالوا خلاص نحن مشينا وراءهم لا يقبل كلام النبي المتواتر هذا الحديث الذي أكد عليه هكذا تأكيد جمع هذا العدد الكبير لماذا دار يا رسول الله جمعت هذا العدد الكبير كان عنده هدف بدون عصبية يقرأ القضية تعرف ثلاث اقتراحات سريعة الاقتراح الأول في يوم الغدير ونحن على مشارف هذا العيد الأعظم اصنع شيئا جديدا كن بشكل مختلف عن كل الأفراح عندك أفراح في السنة والله الحمد أعياد غير أعياد يوم الغدير عيد الله الأكبر شيء مميز كن مميزا كل شيء يكون مميزا مثلا مثلا تلبس الجديد ملابس جديدة في أيام العيد في يوم عيد الغدير البس ملبس جديد مميز لا أعرف كيف أنت الشيء الذي يليق بك تصنع شيئا في الأعياد تصنع شيئا جديدا في الأعياد لأهلك في يوم الغدير اصنع شيئا جديدا مميزا أنا كان عندي كلام كنت أقول لبعض الأخوة في يوم الغدير الذين يقرون الأدعية في المساجد بعد الصلوات الخمس جزاهم الله خير الجزاء في يوم الغدير يقرون دعاء مميزا مميزا شيء مميز كل شيء يكون مميزا نميز الغدير بما نتمكن بما يليق بنا بما نعرف ثانيا اقتراحوا ذكرته سابقا إخواني الذي يتمكن الذي يتناسب مع حاله بالشروط في يوم الغدير يأخذ إجازة لا يكون مرتبطا بدوام لماذا؟ لكلمتين يوم الغدير يوم التعبد ويوم التعيد فارق نقطة التعبد والتعيد خذ إجازة لتتمكن أن تحضر في المساجد لتتمكن أن تصرف جزءا من وقتك في العبادة في الصلوات المستحبة في العبادات المستحبة يوم تعبد ثانيا يوم تعيد تتمكن أن تتعيد مع أهلك تتمكن أن تأخذ أهلك إلى مكان منتزه إلى مكان ألعاب مع ألعاب أي شيء إذا لم تكن صائما مثلا البعض يحب يفضل أنه مثلا يتغدى في مطعم مثلا أو أي شيء آخر يوم الغدير يوم التعبد والتعيد لا تصرف هذا اليوم الذي يتمكن الذي وظيفته ليست وظيفة ضرورية للناس بالشروط يأخذ إجازة لا يصرف هذا اليوم في أشياء ثانية يصرف هذا اليوم في التعبد والتعيد ثالثا بعض الشركات تصنع تخفيضات تنزيلات في المناسبات طبعا هذا الربح ربح للناس وربح للشركة ولعله ربح للشركة أكثر من ربح الناس والشركة تربح يا أخي الغدير فرصة لا أقول شركات كبرى لا أقول شركة الشركة هناك شركات شركات وساطة يعني الشركة ما عندها أي بضاعة شركة واسطة بين الشركات وبين الناس أي شيء هناك تكون شركات تخفيضات تنزيلات بمناسبة بمناسبة الغدير يوم ثلاثة أيام أسبوع ختام كلامي أخذت من وقتكم أخذ من وقتكم دقائق أخرى أيضا حديث شريف حديث شريف مفصل لا أتمكن أن أقرأه في هذه الفرصة ولا أتمكن أن أشرحه أيضا كلمات مقاطع من هذا الحديث الشريف أقرأه لكم فقط قراءه وأختم بذلك حديثي طبعا مقاطع مقطعة يعني ليست متتالية الحديث مفصل وشرح هذا الحديث في فرصة أخرى الحديث الشريف عن الإمام أبو الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه قال إذا كان يوم القيامة زفت أربعة أيام إلى الله كما تزف العروس إلى خدرها قيل ما هذه الأيام قال عليه الصلاة والسلام أربعة أيام يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم الجمعة ويوم الغدير وإن يوم الغدير بين الأضحى والفطر والجمعة كالقمر بين الكواكب إلى أن يقول عليه الصلاة والسلام وهو اليوم الذي أكمل الله به الدين في إقامة النبي علي أمير المؤمنين علما وأبان فضيلته ووصايته فصام ذلك اليوم وأنه ليوم الكمال ويوم ويوم قلت مقاطع هذه ليست متتالية ويوم تقبل أعمال الشيعة ومحبي آل محمد اللهم صلى على محمد وآل محمد تقبل أعمال الشيعة في المقابل ماذا وهو اليوم الذي والعياذ بالله تعالى وهو اليوم الذي يعمد الله فيه إلى ما عمله المخالفين المخالفون فيجعله هباء منثورا والعياذ بالله تعالى وهو اليوم الذي يأمر جبرائيل يعني يأمر الله عز وجل جبرائيل عليه السلام أن ينصب كرسية كرامة الله بإزاء بيت المعمور البيت المعمور الظاهر بإزاء البيت المعمور ويصعده جبرائيل عليه السلام يصعد على هذا الكرسي وتجتمع إليه الملائكة من جميع السماوات قضية الاحتفال الذي ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قضية أخرى لعله في هذا الاحتفال لعله هذا بنت من بنود هذا الاحتفال العظيم الذي يحدث في يوم الغدير وتجتمع إليه الملائكة من جميع السماوات ويثنون على محمد صلى الله عليه وآله اللهم صلى على محمد وعالم محمد ويستغفرون لشيعة أمير المؤمنين والأئمة عليهم الصلاة والسلام ومحبيهم من ولد آدم عليه السلام وهو اليوم الذي يأمر الله فيه اللهم أعظمه من نعم على المؤمنين وهو اليوم الذي يأمر الله فيه الكرام الكاتبين أن يرفعوا القلم عن محبي أهل البيت وشيعتهم ثلاثة أيام من يوم الغدير ولا يكتبون عليهم شيئا من خطاياهم كرامة لمحمد وعلي والأئمة الله أصلى على محمد وعلي محمد وهو اليوم الذي يزيد الله في حال من عبد فيه يوم تعبد ويوم تعيد تعبد أولا ثم الإمام يبين التعيد وهو اليوم الذي يزيد الله في حال من عبد فيه ووسع هذا تعيد ووسع على عياله ونفسه وإخوانه ويعتقه الله من النار وهو اليوم الذي يجعل الله فيه سعي الشيعة مشكورا وذنبهم مغفورا وعملهم مقبولا ويوم البشارة والعيد الأكبر ويوم يستجاب فيه الدعاء ويوم نفي الغموم ويوم الصفح عن مذنبي شيعة أمير المؤمنين وهو يوم السبقة ويوم اكثار الصلاة على محمد وآل محمد اللهم يسمع على محمد وإلى آخر الحديث الشريف الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين اللهم إنا نسألك وندعوك باليوم الأعظم للنبي الأعظم للوصي الأعظم بأعظم فرحة لعالم الملكوت بأعظم مناسبة بأعظم فرحة لسيد الخلائق نسألك اللهم نسألك اللهم أن تعطينا في ذلك اليوم أعظم عطاء أعظم عطاء للخلق هو ظهور بقية الله الأعظم أرواح العالمين له الفداء أعظم عطاء لكل شخص أن يكون السيد الأعظم عليه الصلاة والسلام راضيا عنه وأن تعطينا عطايانا ما طلبناه ما نحتاجه في دنيانا وآخرتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المعاد والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر